تعال نشوف كده مشروع توشكة احنا زرعنا فيه كم فدان قمح 150 الف فدان تعرف لما الدولة الجمهورية الجديدة استلمت توشكة انا اعتقد وازن عشان ما بقاش مفتري اعتقد وازن انهم كان كل اللي مزروع كده بتاع 5000 فدان لا 10 000 فدان بقوا 150 الف فدان مزروعين قمح في توشكة الخير تعال على شرق العوينات 146 الف فدان قمح طب تعال على الدلتة الجديدة 70 000 فدان قمح طب والفرفرة 4500 فدان قمح طب وعين دل 4000 فدان قمح ده كل ده جديد جديد طازة ما كانش ملموس قبل كده ده طيب ده كده انا بكلمك هنا على توسعي افقيا في الزراء التوسع يعني زيادة الرقع المزروعة قمحا طيب ما تيجي نشوف يا طرح في مسألة التوسع الرأسي اللي هو زيادة الانتاجية زي ما كنت بقولك انا اشتغلت على توفير تقاوي واستنبطت وهجنت اصنبت من القمح وبدأت اوصل الى انتاجيات 20 فدان اسف 20 اردب 21 اردب 22 اردب على الفدان وده كان رقم مش موجود ولا متصور ولا متخيل اصلا طيب الحقول الارشادية بقى عندي 7000 حقل ارشادي في المناطق الاكثر زراعة للقمح علشان تبقى دي المنصة اللوعي ودرب بيها الفلاح والمزارع بتاعي وابدأ اشتغل على اطلاق الحملات القومية بتاعتي اللي بنقل بيها الفكرة بتاعت الحقل الاسترشادي